لا زال الحديث موصولاً عن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد الحرام والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله يهللون ويكبرون فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر الأسود فاستلمه بمحجن كان في يده ثم طاف بالبيت سبعاً على راحلته وحول البيت ثلاثمائة وستون صنم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما دنى من صنم يطعنها بمحجنه ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد فما يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحجنه إلى صنم في وجهه إلا وقع لقفاه فإذا وقع الصنم قام الصحابة بتكسيره حتى كسرت كل الأصنام الثلاثمائة والستين التي كانت حول الكعبة ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجب الكعبة عثمان بن طلحة رضي الله عنه وهو الذي عنده مفتاح الكعبة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتح له الكعبة فلما فتحها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزيل الصور التي فيها فأزالها ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وأدخل معه بلال بن رباح وأسامة بن زيد رضي الله عنهما وأغلق عليهم الباب فمكث فيها طويلة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ في ستة أعمدة وصلى فيه ركعتين ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وقد تجمع أهل مكة له وخطب فيهم خطبة عظيمة حمد فيها ربه وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال صلى الله عليه وسلم أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي يده مفتاح الكعبة فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية فقال صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة فدعي له فقال صلى الله عليه وسلم خذوها يا بني طلحة تالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم فلما استقر الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أهل مكة يبايعونه فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بوالده أبي قحافة رضي الله عنه فأسلم بين يديه ثم بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء قريش وأفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة فتاوى منها حرم الخمر والميتة والخنزيرة وبيع الأصنام كان لفتح مكة أثر عظيم في نفوس العرب وذلك أنهم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش فلما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش وفتحت مكة دخل الناس في دين الله أفواجا